النائب العام النهاردة أمر بالطعن على الحكم الصادر بطريق 17 ديسمبر 2020 ببراءة ثلاث المتهمين اللي اعتدوا على السيدة سعاد ثابت وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه واجه النائب العام المستشار حماد الصاوي بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم ببراءة المتهمين في الواقع المعروفة بسيدة الكرن فور إداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه الحقيقة أن ده بمثابة إعادة الثقة لأي شخص فقد الثقة في إجراءات التقادي يعني خطوة مشكورة جدا إحنا معنا على الهاتف نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف عام المينيا وأبو رؤاس سلام يا سيدنا أهلا بيك وسلام ونعمة السلام ونعمة يا سيدنا طبعا بداية كل سنة ونيافتك طيب بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعايزة أعرف رأي نيافتك في قرار نيابة بالطعن على حكم براءة المتهمين بالتعدي على سيدة سعاد سابت أولا كل سنة أقول لكم طيبين وبشكركوا على اهتمامكم بالأمر هو سيدة سعاد لما صدر الحكم ببراءة المتهمين الثلاثة يعني أصيبت بشيء من الأحباط طبعا لكن قالت أنا حقي عند ربنا وكأمان تستقنف الحكم يعني أمام الله لما صدر النهاردة البيانة الخاصة بالسعيد النائب العام طبعا هي مبسطة جدا وزي ما حضرتك قلتي يعني كده عاودة الثقة يا الثقة موجودة طبعا بس احنا بنتأكد ان احنا في دولة مؤسسات يعني حست ان ربنا استجاد لسلطها وان الأنبى هيوعاد النظر فيه من خلال الدولة نفسها احنا لما الحكم صدر استدعيناها في المترانية من أجل عامل روحي فقط احنا من ساعة ما الواقعة تحولت إلى القضاء واحنا ما تكلمناش ما بقاش لنا أي تعليقات على الأمر وبنصق في القضاء فما تكلمناش من وقتها لما لما استدعيناها كان عامل روحي لتطيب خطرها طبعا ولاس اعتراضا على أحكام القضاء أو أي شيء لا لا تعمل معنا بشكل شخصي كواحدة من بناتنا نيافتك تتوقع بعد قبول يعني بعد هذا كيف ستتسير الأمور في قضية السيدة سعاد سابت لا ما قدرش تتوقع الحقيقة لكن احنا خطوة بخطوة يعني يوم بيوم واحنا مش بمطالب بمعاقبة حد مغلدش ولا المبلغة في معاقبة حد ولا في شهوة انتقام أبدا احنا المبدأ اللي عندنا المبدأ الكتابي مبرئ المجنب والمجنب البريء كلام هما مكرر الرب يعني حد بريء يعاقب ولا حد جاني يفلت من العقاب لأن إفلات الجاني من العقاب ممكن يشجع آخرين على جرائم أخرى طبعا اللهم يقلدوا ينشوف نفس السكة لكن نشكر بنا أنه فيه قزة في الدولة وفيه مؤسسات قوية وأنه ممكن يبقاش الحكم ده آخر حاجة وإحنا لا باللوم القاضي ولا باللوم المحامي على فكرة يعني المحامي ده راجل بيقوم بشغله والقاضي قدامه أوراق إن كان بقى فيه حاجة فيه مصالح فيه كواليس حاجات احنا معرفتها هل ناس تراجعت عن شهادتها أو غيرتها أحيانا وبرده عايز أقول حاجة مهمة أن خروب السيدة سعاد كثيرا إلى الإعلام أضر بها هي سيدة بسيطة وإحنا عندنا أنواع من الأسئلة فيه أسئلة استفامية فيه أسئلة استنكارية وفيه أسئلة تدبيرية وفيه أسئلة فخاخية يعني حسب نية اللي بيسأل هل بيستدرجها علشان يستنطقها حاجة ممكن تضر بالقضية وتمثل صغرة في صالح المتهمين أنا برضه معرفش لذلك اقتصاد السيدة سعاد في الغروب للإعلام والأحاديث وسعاد تتكلم بعفوية هي مش محامي المفروض المحامي هو اللي بيتكلم عنها عشان يتكلم بشكل قانوني ملحوظة غاية في الحكمة من نيةفتك يا سيدنا لأنه حقيقي فعلا الشخص البسيط اللي على سجيته أوقات فعلا الأسئلة تستدرجه لمنطقة هو لا يقصدها ولا ولا في دماغه يعني ويعتبرها الطرف الآخر تضارب أقوان بالزبت تفسر لصالح المتهم طب مرضوط فعل القرار نيابة أو قرار النائب العام على أهالي السيدة سعاد وعلى أهالي القرية والأهالي المنطقة اللي على ما أعتقد كان عندهم إحساس يعني حزين بعد صدوره الاعتزاز بمصر الاعتزاز بالمؤسسات بتاعتها الاعتزاز بالسيد الرئيس الاعتزاز بالنائب العام على وجه خاص اهالي دور اللي قامت بي الكنيسة في دعم وتطيب خاطر السيدة سعاد وأسرتها طبعا لا نتحدث عن القضاء ولا عن القضية لكن بنتكلم عنها كإنسانة شعرت بشيء من الظلم أو الإحساس المر الدور اللي قامت بي الكنيسة مع السيدة سعاد ثابت ومع أسرتها بعد الأحداث الجسيمة الواقعة متأسف الواقعة حصلت يوم الجمعة وهي ست قعدت تقاول نفسها وتتحامل على نفسها لأنها بين نارين بين أنها سمعتها ومنظرها ودي سيدة بسيطة صعيدية وسمعتها مهمة شرفها مهمة ودي نوطة مهمة جدا أن أنا أحط خط تحتها السؤال الذي يفرض نفسه دلوقتي ومن بدري إيه إيه اللي يدعو سيدة قاربة السابعين من عمرها أنها تشاهر بنفسها وتفتح نفسها وتشر على أنها اتعرضت للمهامة دا سؤال محتاج إجابة يا الناس اللي بيقولون أن الواقع ما حصلتش وده ادعاء وتضرب الأقوال بيؤكد ما ما حصلتش وأن الكلام مفتعل إيه اللي يدعو سيدة عايشة فيه بدوء وفيه أمام وفيه أقاس الصعيد وحضرتك عارفة تقاليد الصعيد إحساسها بأنها مظلومة وأنها عايزة تصرخ حتى بس ناس يسمعوها يعرفوا أنها تعرضت للظلم فده اللي رد على سؤال لي استنت خمس أيام وفيه جرائم ما اضعش بالتقادم المهم أن بعد ما هي أعلان الداء وبدأ الأعلان يتكلم عن الموضوع قدست البابا كان خارج مصر واتصل خصيصا بيها وأتكلم معها وطيب خاطرها وكان قبلي سيد الرئيس برضو في الأعلام طيب خاطرها بكلام أعتذر لها أعتذر صريح وواضح وده أصدر فيها جدا وقدست البابا ما زال يتابع معي بشكل شخصي سير الأمور لكن قدست البابا وإحنا هنا لا نتدخل في القضاء واكتفينا نحن قلنا رأينا وقت القضية نفسها وصمتنا بعد كده احتراما للقضاء عندنا أنا بشكر حرتك جدا بشكر نيفتك نيفت الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف عام المينيا وأبا قرقاص على هذه المدخلة القيمة ويعني نتمنى أنه زي ما قلت المرة اللي فاتت لما تكلمت عن سيدة سعاد أنه زي ما هي منتظرة عدالة السماء ده لا يغني أبدا عدالة السماء أمر وفروغ منه لا يغني أبدا عن تحقيق العدالة في الأرض